موسيقى أهلا بكم تتفشى ظاهرة عمالة الأطفال في شوارع المصل كما في سائر أرجاع العراق في ظل إنعدام الجهد الحكومي لمواجهتها فما أسباب وجود أطفال عاملين أصلا وكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة وفي شأن ذي صلة بالموصل أيضا احتجى عاملون في معمل الغسل والنسيج على قرار نقل المصنع إلى خارج المدينة فما أسباب هذا القرار نناقش هذين الموضوعين مع المتحدث باسم وزارة التخطيط الأستاذ عبدالزهر الهنداوي أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا تحية لك والمشاهدين شكرا جزيلا في الموصل يملأ الأطفال الباعين تغاطعات الشوارع وهي ظاهرة تفشت في الآمنة الأخيرة في عموم مناطق البلاد مع هذا التقرير ظاهرة عمالة الأطفال تتفاقم في مدينة الموصل المستعدة من داعشة أطفال يجبون شوارع المدينة وتقطعاتها بحثا عن لقمة عيش يؤمنوها لعائلاتهم بعد تركهم مدارسهم واتخذوا من الشوارع مصدر رزق لهم فارس طفل دمرت الحرب الأخيرة منزله في أيمن الموصلة وأصب أهله العوز والفاقة المادية يضطر للعمل منذ الصباح لساعات عدة في بيع الماء بأحد تقطعات البدينة لمساعدة أهله في مواجهة طنك العيشة ويشكل العامل الاقتصادي الدور الأبرز في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بعد فقدان العديد من الأسر لمعيلها جراء الحرب على داعشة فيما تنصلت الجهات المعنية عن مسؤوليتها تجاه هذه الفئة الهشة منظمات المجتمع المدني في نينوانفت وجود إحصائية دقيقة لأعداد الأطفال العاملين لكنها أكدت أنها في تفاقم مستمر حالة المعاشية للأسر وغياب المعيل لا توجد إحصائيات واضحة يعني لما تريد تتعامل مع مشكلة تصيب قطاع معين قطاع الأطفال مثلا أو قطاع الشباب أو أي قطاع إن كان فرصة المنظمات للحصول على المعلومات ضئيلة أما بسبب عدم توفرها بشكل كامل أو هي متوفرة لدى المؤسسات الحكومية ولا تشاركها مع الآخرين أو تمتنع عن مشاركتها مع الآخرين مديرية العمل في نينوانفت أكدت أن معالجة هذه الظاهرة بعد فشل ذوي الأطفال باحتضانهم تكمن في رعاية الدولة لهؤلاء الأطفال من خلال إصلاحية الأحداث والدوائر المختصة ومنظمات المجتمع المدني وضمن دراسات مختصة تهدف إلى استثمار إبداعاتهم لخلق جيل سليم يسهم في بناء البلد تكون هناك رعاية من قبل مثلا نقص إصلاحية الأحداث أو من قبل دوائر أخرى أو من قبل منظمات المهم تتواجد هناك كارافونات أو قاعات تكون من ضمن هذه القاعات والكارافونات تكون هناك دراسة مختصة بالتربيع يعني المهم أنه الطفل يزاول الهواية أو المهنة اللي يحبها وينشأ نشأ صحيحة وتشير تقارير لمنظمات إنسانية محلية إلى وجود ستة آلاف ومئتي يتيم في نينوى بينهم نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة طفل قتل ذويهم في الأحداث الأخيرة بالموصلة ينتظرون اهتمام الحكومة بقرارات تنتشي لهم من واقعهم الاقتصادي والمعيشي المتعب أستاذ عبدالزهرة كم هي هذه الظاهرة أي ظاهرة عمارة الأطفال متفشية في عموم العراق؟ شكرا جزيلا تحية لك مرة أخرى ولمشاهدي الحرى عراق حقيقة هذه الظاهرة التفشية عمارة الأطفال هي ليست جديدة في العراق هي متواجدة وموجودة في الشعر العراقي منذ سنين وربما حتى منذ عقود أسبابها كثيرة لعل السبب الرئيس في هذا الإطار هو الجانب الاقتصادي بالتأكيد هناك أكيد أغلب الأسر اللي أطفالها يعني يجبون الشوارع لموارسة العمل بصرف النظر عن نوع هذا العمل وهل هو عمل أنه استجداء أو إلى آخره ولكن هو بسبب الضائقة الاقتصادية التي تواجه هذه الأسر هناك نسبة قليلة ربما من هذه الأسر ربما اعتادت سهولة الكسب بهذه الطريقة وبالتالي ترسل أطفالها إلى الشارع للعمل بأي طريقة كانت أيضا هذا بطبيعة الحال أثر من جانب آخر على مستوى التعليمي هناك هناك كان نسب تسرب من المدارس لاسيما الابتدائي والمتوسطة وتراجع نسب الالتحاق في سنوات سابقة الآن حقيقة بموجب المؤشرات الأخيرة هناك تحسن في نسبة الالتحاق في المدارس الابتدائي والمتوسطة يعني كنا نتحدث عن 70% اليوم وصلت تجاوزة 85% ولكن هذا لا ينفي ولا يلغي وجود عمالة أطفال هناك تباين في مؤشرات هذه العمالة من المحافظة إلى أخرى بحسب الوضع الاقتصادي معدلها الآن في العراق تراوح من 5% إلى 7% ولكنها مثلا في بعض المحافظات ترتفع إلى 10% بحسب الوضع الاقتصادي والمعيشي لهذه المحافظة أو تلك أي محافظات أكثر نسبة الأمال؟ يعني حقيقة المحافظات التي اشتيحت من قبل تنظيم داعش الإرهابي ارتفعت فيها معدلات البطالة والفقر بشكل لافت جدا وعمالة الأطفال أيضا؟ بالتأكيد هذا نتاج طبيعي لا ترتفع معدلات الفقر في أي منطقة في أي مدينة في أي محافظة يعني هذا وحدة من نتاجاته هي وجود عمالة الأطفال يعني في مناطق التي احتلت ومنها نينوة كانت نسبة الفقر في هذه المحافظات الثلاثة النينوة والأنبار وصلاح الدين قبل الأزمة 20% بعد الأزمة ارتفعت إلى 41% والنتيجة يعني حوالي نصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر وجود مثل هذه النسبة لا يستغرب أبدا أن نجد زيادة في معدلات عمالة الأطفال في هذه المحافظة نينوة والمحافظتين الأخريتين اللي هم الأنبار وصلاح الدين طيب 5 إلى 7% في عموم العراق ونسبة متفاوتة ما بين المحافظات يعني لكن الملاحظة اللي يعني يخرج إلى شوارع بغداد وبعض المحافظات أيضا يجد بأنه هذه الظاهرة تفشت أكثر يعني صحيح حضرتك قلت بأنه هي قديمة ليست بأجديدة على المجتمع العراقي لكنها في السنوات الأخيرة تفشت بشكل لافت للنظر وخاصة في العاصمة بغداد لماذا؟ هي ابتداء المعلومة أو المؤشر المتوفر لدينا أن النسبة تراجعت قليلا يعني لم يعني سابقا في السنوات السابقة كانت أعلى من هذه النسبة الآن تراجعت بشكل أو بآخر كم تثق بهذه النسب الزهرة؟ وأنت حضرتك من جهة حكومية لأنه ما نجده على الورق ونسب وأرقام من نشوف بأنه مناسب لما موجود في الشارع؟ سؤالك يوحي بالتشكيك أكيد بهذه البيانات ولكن حقيقة بياناتنا تعتمد على إجراء المسوح الميدانية بالعينة العشوائية وهذا المسوح تعتمد المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الممتحدة بحسب كل منظمة منظمة الممتحدة وبالتالي نحن نثق بهذه البيانات أنها تعكس الواقع بالنسبة قد تصل إلى 90 أو 85% أكيد أي مسح لا بد أن تشوفه بعض الإشكالات بعض الأخطاء بعض الإخفاقات والنتيجة هناك 10% يعني زائد ناقص أو 15% يعني هي المعايير الدولي إذا تجاوزت نسبة المصداقية والدقة إلى تجاوزة 70% يعتبر هذا مسح ناجح نحن نتحدث عن 80 أو 80% نسبة العكس الواقع بهذه المؤشرات وبالتالي نحن نثق بها كثيرا وإن كانت لا تغطي أو لا تعبر عن الواقع بالنسبة 100% أكيد ولكن عودة إلى السؤال أنه لازمة تفاقمت ويشاهد الكثير من الأطفال أكيد هو حقيقة بعض المناطق سواء كان في العاصمة أو مراكز المدن الأخرى يكون فيها حركة عالية ويلاحظ فيها وجود أطفال لكن عندما نرثب للمناطق أخرى لا توجد تقاطعات في بغداد وإلا مجموعة من الصبية والمراحبين موجودين بالتقاطع أكيد ولكن ربما نجدهم في هذا التقاطع سين هم أكثر من التقاطع صاد لأن هناك الحركة الأقل وربما الميسورين الحال يتركزون في هذه المناطق وبالتالي يتواجد هؤلاء الأطفال في هذه المناطق بالنتيجة لا أن في وجود الحالة بقدر ما هناك تباين في حقيقة في انتشارها سواء كان في العاصمة بغداد أو بقية المحافظات هناك من يربط عمالة الأطفال بشح فرص العمل يعني الأجور هي قليلة أصلا التي تعطى للعاملين وللأطفال فهي زهيدة لذلك أصحاب المصلحة يلجأون إلى الأطفال ويستغلونهم في هذا العمل هو أساسا قانونا يمنع عمل الأطفال يعني القانون يمنع عمالة الأطفال قطعا يعني أي عمالة أطفال يعني تجاوز وخرق للقانون وبالنتيجة كل ما هي إجراءات الحكومية بهذا الاتجاه يعني أصحاب المصلحة يخترقون القانون يشغلون الأطفال أكيد هناك جهود حكومية في هذا الإطار من خلال وزارة العمل والشوء الاجتماعية بوصفها المعنية بهذا الملف وأيضا وزارة الداخلية بوصفها الجهة الأمنية أيضا معنية بهذا الملف بالتالي هناك جهود حكومية ولكن حقيقة في ظل الظروف التي عيشها العراق ليس من السهولة بمكان أن تحدث عن فرض القانون بشكل مطلق ومنع الظاهرة أو إيقاف هذه الظاهرة أكيد حتى لو سيطرنا على أرباب العمل مثلا أصحاب أهل الأطفال أو الأطفال هي تدفع بهم للعمل وتقبل بأي حالة من الأحوال يعني تقبل أنه يأخذ حقهم تقبل بأجور بسيطة تقبل بشيء المهم تريد مصدرة للمال وبالتالي هناك المشكلة يتحملها طرفان طرف الأول هو رب العمل باستغلالها لأطفال والطرف الثاني هم الأسر أيضا هي تسهم في زج أطفالها وهي مضطرة بالتأكيد الأغلبية من هذه الأسر تأكيد لو توفرت لهم الفرص طبعا قطعا نتفق على هذا ونؤكد ذلك أيضا ولكن في ذات الحال أيضا هناك جهود حكومية في هذا الإطار ولكن حقيقة البعض وهذه الحالة أنا رصدتها بنفسي البعض من الأطفال أو حتى المتسولين بشكل عام يرفضون أي عمل آخر يعني ممكن أن يقدم لهم أو فرصة عمل يحصلون عليها لأنهم يبدوا أن يحصلون على إيراد جيد بالمقارنة مع راتب محدود إذا حصلوا على وظيفة هنا أو هناك فرصة عمل هنا أو هناك إذن فهي مهنة جيدة بالنسبة لهم صارت مهنة يبدو هكذا للبعض العمل في التقاطع يبدو للبعض أن هي أصبع لكن هي قريبة على التسول هي التسول بالتأكيد أدما نشاهد مثل هذه اللقطات التي شفناها قبل قليل هو تسول بطريقة أخرى الأطفال أدما يمسحون زجاج السيارات ونعبون زجاج السيارات بطريقة استجداء وهذا التسول أكيد بالنتيجة أسمح لي أذهب إلى فاصل بعد الفاصل سنفتح معكم ملف خسائر الحرب على داعش في الموصل وأسباب نقل معمل النسيج هناك لا تذهبوا عيد أهلا بكم من جديد بداعي تضروره في الحرب على داعش اتخذت محافظة الموصل قرارا بنقل مصنع الغزل والنسيج إلى خارج المدينة ما دع المدراء والعملين في المعمل إلى تنظيم وقفة احتجاجية للاعتراض على هذا القرار كاميرا الأسبوع الاقتصادي حضرت هذه الوقفة وسجلت لنا بعض مواقف المحتجين لنشاهد نحن نطالب أن هذا المعمل يرجع المعمل بأضرار لكن أضرار قليلة نحن نحاول نرجع المعمل يعني نحن تقريبا ألف عامل يعني هذه وراءنا عوائل ألف عامل تضربوا في اثنين يقطعونها رزاقنا ليش لقونا حل نحن اليوم نقف وقفة احتجاجية حول الموضوع إزالة معملي الغزل والنسيج والألبسة والدي وتحويلها إلى أماكن أخرى هراج المحافظة نحن اليوم وقفين وقفة احتجاجية وضد هدم المعمل نحن المعمل تأسيسه من 1954 نحن مكان ما نبني نهد نحن المفروض نحن مكان ما هذه المبالغ المخصصة لبناء هذا المعمل اللي خارج المدينة نحن نطالب أنه ينطونا ربع هذا المبلغ نأهل المعمل قدر الممكن في حقيقة العمر أن نسبة الدمار في كل المعملين لا تتجاوز أربعين بالمئة وأن الإعمار والبناء التحتية جاهزة وهناك شركات تعمل في معمل الغزل والنسيج ومنظمات تعمل في معمل الألبسة وقد تم تحييد الدمار في المعمل أستاذ عبدالزهرة مصانع النسيج والمصانع الأخرى ما أهمية أن تكون خارج المدن ومن الغريب أن نرى مثل هكذا توجه من قبل الإدارة المحلية في الموصل ولا نجده في بغداد ما زالت المعامل داخل بغداد حقيقة لا لا يمكنني أن أبدأ موقفا أو تعليقا بشأن الموضوع لأنه لا أدري ما هي المبررات التي دفعت الحكومة المحلية المبررات هي الحفاظ على البيئة داخل المدينة بالنتيجة أهل مكة أدرى بشعابها أهل نينو وأهل الموصل يعرفون طبيعة محافظتهم وبالنتيجة هو قرار محلي وليس قرار مركزي من الحكومة الاتحادية بالنتيجة نسألت حقيقة عن هذا الموضوع من الحكومة الاتحادية لم يتدخل جهة من الاتحادية في هذا الموضوع النتيجة هو قرار محلي بحث تتحمل نتائجه الحكومة المحلية كيف تعلق على ما قاله المواطنين بالموصل والعاملين بالمصنع يعني بدلا من نقل المصنع خارج الموصل تخصيص جزء من مبالغ البناء مصنع جديد لتأهيل نفس الموصل يعني هي واحدة من مسارات عادة الإعمار حقيقة اللي وضع ضمن خطة لعادة الإعمار هي الاستفادة من الأزمة التي شهدتها هذه المناطق في أحداث تنمية حقيقية وبنتيجة إذا كان مصنع أو معمل هنا في هذه المنطقة وقد تعرض لدمار شامل مثلا بالنتيجة عادة تأهيل قد تكون مكلفة أكثر مما لو إنشأنا مصنعا جديدا ربما يعني يأتي قرار الحكومة المحلية في هذا الإطار لا أستؤدي حقا لا أعرف ما هي الأسباب والمبررات وراء القرار هذا ولكن في مسارات عادة الإعمار وإذا هناك مصنع يعني تعرض لضرر كبير جدا وهو في مركز مدينة في قلب المدينة وهي مكتظة بالتأكيد فالأجدى أن ننشئ مصنعا جديدا في مكان آخر يعني لكي نفتح المدينة بآفاق جديدة بمسارات جديدة بجغرافيا جديدة نعم وأيضا نحقق عملية التنمية بشكل أسلم وأنسى بالاستفادة من المشكلة في إحداث تنمية حقيقية يعني ليس هناك توجه واضح من قبل الدولة باتجاه الحفاظ على البيئة صناعيا أو زراعيا يعني سواء كانت الصناعة أو الزراعة بالعموم يعني في كل المحافظات لا أبدا قضية البيئة أصبحت واحدة من الأركان الأساسية الحفاظ على البيئة أصبحت ركنة أساسية من خطط التنمية سواء كانت خطط التنمية الخمسية أو توجهات رؤية العراق للتنمية المستدامة عام 2030 البيئة أصبحت واحدة من هذه المرتكزات الأساسية هذا توجه عالمي يعني لا يقبل ما يوضع في الخطط يطبق أستاذ عبد الزهرة أكيد لا يسبب يعني الجو البيئة بالعراقية الأسوأ بكل دول العالم أكيد حقيقة نحن نتحدث عن ظروف بلد تختلف عن كل العالم يعني ظروف العراق التي مر بها العراق تختلف عن ظروف كل دول العالم مهما كانت تلك الظروف سيئة في عيدة ولا أخرى والنتيجة عدما نتحدث عن اجتياح داعش لثلث مساحة العراق أرض العراق وتهجير ثلاث ملايين وثمانمية وأربع ملايين وخمس ملايين إنسان بين ليلة وضحاها يعني تهديم وتدمير كل المصانع والبيوت والمساكن يعني حقيقة هذا ظروف هناك أولويات بالتأكيد يعني عندما يمر بلد بمثل هذه الظروف يضع أولويات سلم أولويات بالنتيجة من هو الأولى اليوم أن نعيد مثلا بناء المساكن وتوفير الخدمات للناس أم نفكر بقضايا أخرى تبدو ثانوية في وقتنا الراهن التركيز الآن ضمن عمليات عادة العمار على الأولويات الأساسية اللي هي السكن اللي يضرر بالنسبة كبيرة جدا يعني حقيقة قطاع السكن يعني التدمير هائل وبالنتيجة هناك أعداد غير كليلة من السكان أصبحوا بلا مساكن بعد أن دمرت مساكنهم بالكامل هذا جانب جانب آخر أيضا الخدمات الأخرى تعرضت لأضرار بليغ مثل خدمات الماء والكهرباء والمجاري والطرق وغيرها كل هذه هذه أولويات الموصل مثلا هذا الدمار الكبير في الموصل إذا تسمح لي يعني من المفترض أنه يكون ورشة للعمل ورشة كبيرة للعمل الموجودة في الموصل هي ورش عمل الآن حقيقة وليس ورشة عمل الآن جهود عملاقة تبذل بالمناسبة يعني الموصل لا سيما في جانبها الأيمن لم يكن أحد يتصور أن الحياة ستعود إلى هذا الجانب بعد الدمار الهاء التي شهدت الموصل بجانبها الأيمن ولا حتى مناطق أخرى ولكن بجهود عملاقة سواء كان من الحكومة أو من إشراك دوليين من أمم المتحدة أو منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص كلها اشتركت في توفير الخدمات الأساسية وعودة الناس بدأوا يعودون الآن إلى مساكنهم هناك ورش عمل اليوم إذا نتحدث عن مبالغ مثلا خصصة للموصل في هذه السنة 180 مليار دينار منها 30% ضمن صلاحيات المحافظة الحكومة المحلية و7 حكومة مركزية أيضا هناك 15 مليار خصصة لإزالة الأنقاض من محاوضة نينو وبالتالي هذا ما يكون هناك عمل يعني هناك فرص عمل هناك 26 مليار أيضا وطلقت للمحافظة من تخصصات سابقة من تنمية الأقاليم لعام 2016 و15 خمس جسور كانت مدمرة بالكامل الآن تم تأهيل جسرين وثلاثة في طور التأهيل يعني كانت مقطعة المدينة قطعت الأوصال يعني هل مبالغ كلها شكتة من تصمي البطالة الموجودة في الموصل لا قطعت ما زال الناس بالموصل يعانون من البطالة لا بالتأكيد نحن لا يمكن أن نتحدث عن القضاء على البطالة بشكل كامل في ظل مثل هذه الظروف ولكن هناك تراجع واضح يعني في معدنات بطالة يعني في في هذه المدن يعني قبل يعني قبل سنتين كان لا أحد يعمل إطلاقا كانت الحياة متوقفة الحياة مهددة أصلا وليست متوقفة كان الناس يعني يريدون يحافظا على حياتهم البقاء على قيد الحياة اليوم هناك عمل وهناك كرشة عمل اليوم طرق الموصل كلها بلطيت الجسور وعيدت هناك عمل اليوم في مطار الموصل القديم لتأهيله وهناك مشروع لمطار جديد أيضا في نينوى تعاقد تم تعاقد مع شركات فرنسية ما ذلك عن مؤتمر الكويت من الذي جنيناه من هذا المؤتمر كم من الاستثمار جلب لنا هذا المؤتمر مؤتمر الكويت حقيقة هو كان تركيز على الجانب الاستثماري وقبل أسبوع يعني في ذاك الأسبوع كان هناك ورشة عمل كبيرة عقدت في وزارة العمار والإسكان لعرض الفرص الاستثمارية الآن نحن في طور ترجمة التعاهدات الدولية التي قطعت من قبل الدول للعراق خلال مؤتمر الكويت ترجمتها إلى مذكرات تفاهم والتفاقيات مشتركة مع الدول لا سيما في جانب الاستثمار يعني واحدة من النتاج أو مخرجات هذا أنه تم التفاهم مع شركات فرنسية كبيرة عملاقة لتأهيل مطار الموصل وبناء مطار جديد بكلفة حوالي 190 مليون دولار في نينوى وهذه واحدة من النتاجات وحقيقة هناك جهود الآن تبذل كما ذكرت لك لترجمة تلك التعاهدات الدولية إلى واقع من خلال تكييفها باتفاقيات أو باتفاقات بين العراق وبين تلك الجهود يعني لن يبقى ملف عمار الموصل تحت رحمة ارتفاع أسعار النفط والمساعدات الدولية برأيك هذا يكون أكيد يعني إحنا أدما نتحدث عن حاجة العراق لمائة مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة لعادة العمار أكيد نسبة من هذه لمائة مليار دينار ستكون من النفط لا شك ولا ريب ولكن حقيقة كل التعويل هو على آفاق الاستثمار هناك توجه حكومي واضح نحو فتح آفاق استثماري واسعة سواء كان في المدن المحررة أو في بقية مدن العراق والمحفظات العراق الأخرى لأنه ندرك حتى ضمن خططنا التنموية الخمسية 18-22 يعني هناك مساحة واسعة حقيقة للاستثمار في القطاع الخاص وبالتأكيد هذه المحفظات تكون لها الأولوية على اعتبار هي شهدت دمارا هائلا في بناها التحتية ستكون هناك نسبة 40% تقريبا إلى نصف تقريبا من الاستثمارات ستكون للقطاع الخاص وبالنتيجة عندما نتحدث عن هذا الموضوع يعني هناك حوالي 89 تريليون دينار ستكون يعني نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات يعني هي نسبة 40% وهناك 50% للقطاع الخاص في قطاع السكن سيكون هو مسؤول عن ذلك طيب ارتفاع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على تركيا وإيران ألا ممكن أن يعني يستغلها العراق ويستفيد منها في تسريع وطيرة الإعمار في هذه المدن المدمرة طبعا هذا اللي يتحدث نعن هو الاستفادة من المشاكل إيجابيا يعني تسخير المشكلة إيجابيا وتنمويا بالنتيجة بالتأكيد ارتفاع أسعار النفط يعني إذا نتحدث عن ارتفاع الأسعار في هذه السنة 2018 النتائجها بدأت تتضح يعني نتائجها الإيجابية أولا الموازنة 2018 كان فيها عجز حوالي 13 رليون دينار الآن سد هذا العجز بالكامل كان يقترض أن يستديني العراق ويقترض من جهات خارجية ومحلية لسد هذا العجز الآن الحمد لله هذا سد العجز من خلال الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع الأسعار وأيضا هناك اليوم يعني إطلاقات مالية لا بأس بها للمحافظات بشكل عام يعني الآن لحد اللحظة تقريبا أكثر من 600 مليار دينار أطلقت لعشر محافظات الوسط والجنوب وأيضا هناك مئة مليار أطلقت لمحافظة الأنبار ومئة مليار لمحافظة صلاح الدين فضلاً ومئة مليار لمحافظة نينوى هذه كلها حقيقة نتاج زيادة الأسعار في النفط أما الأزمة مع دول الجوار أسمح لي مع أزمة دول الجوار وقتي انتهى المتحدث باسم وزارة التقطيض أستاذ عبدالزهر الهداوي شكراً جزيلاً لك شكراً لكم وآسفة المقاطعة وشكر موصول لكم مشاهدين إيكونوميات الحرادات اميال برنامج انتظرونا لأسبوع المقبل مع ملفات اقتصادية جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة